للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أعاود الترحيب بك مرة أخرى دكتور مصطفى أهلاً بك أهلاً وسهلاً دكتور محمد بنصد خيراً إذن هي قمة عالمية حدث فريد من نوعه مصر ضيف شرف ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية هذه القمة الرسالة من وراء عقادها ودلالة مشاركة السيد الرئيس بكل تأكيد طبعاً هي قمة في غاية الأهمية بتجمع أكثر من 150 دولة في تجمع في غاية الأهمية في الإمارات دولة كديرة زي الإمارات بتجمع الفكر الجديد والحديث لكيفية الاستثمار ما بين الشكومات وبين الدول في ظروف اقتصادية أعتقد في غاية الدقة لنواجه التحديات والصعوبات العالمية الفرص الاستثمارية دايماً فخامة الرئيس بيعرضها على دول العالم وبيؤكد دايماً مع الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين والحكومات كيفية التطور داخل الوضع الاقتصادي في مصر النهاردة لما بنشوف فخامة الرئيس بيقابل العديد من المستثمرين والشركاء العالميين من جهات حكومية وجهات دولية ومؤسسات عالمية وده اللي احنا بنشوفه دايماً أن الرئيس بيحرص خرص كبير جداً على منهجية ترويج الاستثمار داخل مصر وبيضع أمام العالم الاستراتيجيات والسياسات اللي مصر تحرص عليها في مواجهة التحديات العالمية على مستوى الاقتصادي أو التنموي أو إن إزاي يكون فيه التغيرات الاجتماعية حوالين العالم أجمع نحن بنشوفه النهاردة فخامة الرئيس بيعرض كيفية الاستثمار داخل مصر والمشروعات القومية والمشروعات الاستثمارية وإزاي الحد من المخاطر في الاستثمار في مصر مع الشركاء العالميين الفرصة بالنسبة لنا إزاي مصر تعرض صورة أو رشدة علاج ليف كثير من الأوضاع الاقتصادية ألا وهي التنمية إزاي إن إحنا نخلق فرص عمل إزاي إن إحنا نتجه مع العالم حوالين تنمية مستدامة إزاي يكون فيه شركاء فيه مشروعات قومية النهاردة فخامة الرئيس لما بيكون في المائدة المستديرة مع الشركات المليارية يعني شركات رؤوس أموالها بالمليارات تبحث عن فرص عمل فخامة الرئيس كان بالأمث فيه مؤتمر ومعرض البترول تجمع تبير أكتر من 30 ألف مستثمر ومشارك وأيضا 41 شركة عالمية في البترول النهاردة في الإمارات مع أشقائنا وإخواتنا من الإمارات شركائنا في التنمية شركائنا في حفظ استراتيجيات الوطن العربي أعتقد ده نجاح أن احنا النهاردة نضع رؤيتنا وفكرنا أمام العالم وإزاي التحديات أن احنا نكتزها سويا نبحث عن فرص وفاعليات لرؤية مصر والوطن العربي خاصة أن احنا دايما بنبحث أن يكون فيه تنمية ليس في مصر بل في الوطن العربي كله أكيد حضرتك تعلم جيدا أن مصر بالأمس القريب بتبحث عن ربط القهرباء مع دول العربية أيضا ربط الغاز وتصدير الغاز للدول الأوروبية وأيضا الدول العربية أعتقد التنمية دي بتعود بمرضود اقتصادي كبير جدا على أشقائنا في الوطن العربي وفي العالم أدمع مصر بتبعث برسالة سلام للعالم تدور على مصالح اقتصادية ومصالح استثمارية ده النجاح وكيفية علاج القضايا العالمية أيضا دكتور مصطفى تقديم التجربة المصرية والنموذج المصري تحديدا كما ذكرت فيه التنمية وفي تقديم مشروعات قومية يمكن أن يحتذى بها في دول أخرى تشارك في هذه القمة العالمية سؤالي لحضرتك يعني الآن نحن نعيش يعني أزمات اقتصادية وتداعيات العديد من الأزمات تعصف بالعالم بشكل كبير ما الذي يمكن أن تقدمه مثل هذه القمة من مقترحات للحكومات للتغلب على المشاكل الاقتصادية والتي هي أبرز تحدي لأي حكومة في العالم بكل تأكيد الإجابة وضحة كيفية تحقيق مصالح الشعوب عن طريق التنمية عن طريق شركات استراتيجية لربط الوطن العربي أو ربط العالم كله حوالين التنمية وإعادة تشغيل تقاطي المهضرة من القدرات الشبابية وقدرات المجتمعات للأسف اللي هي تغيب على ترجع كبير جدا سواء في الوطن العربي أو على المستوى الدولي نحن نعلم جيدا أن النهاردة نقول في أوروبا خلال التقرى الماضية خلال السنة اللي فاتت بس عشرين اتنين وعشرين قابل أوروبا مقابلات للأسف صعوبات في غاية الضقة حوالي الغاز أو التفاكل فيه الشروع بين أوكرانيا وروسيا أو إن احنا بنتكلم عن جائحة كورونا اللي أثرت تأثير كديد جدا على الأوضاع الاقتصادية مصر تضع رؤية إزاي إن احنا نخرج من هذه الأزمة بحوالين إن احنا نسرع حوالين تحجين التضخم اللي بتعادف مستويات الأسعار اللي بتنون كل شعوب ليس الوطن العربي فالعالم أجمع فلسل الإمداد اللي تأثرت من جائحة كورونا النهاردة لما تخمت الرئيس بيتحدث مع الشركاء العالميين إزاي نكتاز هذه المرحلة بسرعة لأن كل المؤسسات العالمية النهاردة تتحدث حوالين انتفاع مستويات الأسعار تحتكلف المعيشة بالزيادة فطورة التكلفة على كل الأسر ليس المصرية أو العربية ولا الأرباد العالم أدنى التصور اللي احنا بنضعه دايما نكون شركاء في إنجاز بعض من المشروعات العالمية سواء الهيدريجين الأخضر سواء اتشافات الغاز سواء الربط القهربائي سواء ان احنا النهاردة نكون شركاء في مشروعات عالمية تربط ما بيننا وما بين بعضنا البعض وزيادة معدلات التنمية هذه الأموال أو هذه الفرص بتتحقق لازم يكون فيه أموال بين الحكومات لزيادة التنمية لازم الحكومات العالم كلها تتحدث لغة واحدة ان احنا نكون قادرين على سيطرة على معدلات التدخم الكبيرة والتأثيرات العالمية المتأثر على المواطنين زي ان احنا النهاردة نكتاز التحديات الصعبة في الانشقاق السياسي والتحول لان يكون فيه فكر استراتيجي تنموي هي كما ذكرت دكتور مصطفى التنمية هي كلمة السر لأي تقدم اقتصادي يمكن أن يحدث لأي دولة من الدول تابعنا مع حضرتك دكتور مصطفى ومع مشاهدين الكرام وقائع تسليم الجوائز لأفضل التطبيقات الحكومية وشارك سيادة الرئيس في توزيع هذه الجوائز الحديث عن العامل التكنولوجي والتطبيقات الذكية نتحدث عن حكومات تمثل أجيال جديدة من التكنولوجيا وتلعب عامل مهم جدا في احداث التنمية في الدول بكل تأكيد واسمح لي العالم كله النهاردة بيتغير ويتحول نحو التكنولوجيا الحديثة النهاردة التطبيقات العالمية كيفية خدمة المواطن والإصراع في عملية التحول الرقمي زي أن يكون عندنا النهاردة فرص في إنجاز إصلاحات تكنولوجية لتهيئة المجتمعات لتحسين القدرات الخدمية والقدرات الامتجية بالتحول التكنولوجي يمكن حضرتك منذ دقائق بس دولة رئيس الوزراء مع وزير قطاع الأعمال بيعيدوا تشكيل القطاع العام برة تانية لاستثمارات بالمليارات علشان نرفع من قدراتنا التشغيلية والإنتاجية والتصنيعية اللي بنشوفه دبي النموذج العالمي الكبير فيه زي تتبنى تحول تكنولوجي للتقديم الخدمات وأكيد كلنا نعلم إن الإمارات بقت صباقة في الوطن العربي للتحول الرقمي والتحول التكنولوجي ده اللي احنا دايما بنتحدث عنه مصر النهاردة بطدع خطوات إيجابية في هذا النهج الكبير اللي احنا بنتحدث عنه فخامة الرئيس لما بيشارك بيقدر برسالة إن المجتمع المصري منفتح على العالم إن في التحول الكبير استثماري تكنولوجي أكيد حضرتك تعلم إن فخامة الرئيس السيسي في أحاديثه دائما بينشد القطاع الخاص للاستثمار في مصر مصر مهيئة فعلا ببنية تحتية قوية وليس لنا حتى يعني دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى يعني دعا بشكل مباشر في المؤتمر الصحفي منذ قليل بالمحلة الكبرى دعا القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية والعمل في منظومة إدارة وتشغيل وتسويق وحتى التمويل للمشروعات مع الدولة بكل تأكيد والنهاردة إن احنا بنشوفه إن الحكومة كلها ممثلة في الدكتور مصطفى مدولي بيعرض بشفافية واضحة المعقص داخل الأوضاع الاقتصادية بيتحدث بمدها الوضوح أمام العالم إن النهاردة الشراكة مع القطاع الخاص مطلب شعبي لكيفية نهج جديد يكون قادر على دفع مزيد من الأمور الاقتصادية والاستثمارية فخامت الرئيس أكيد حضرتك وانت بتعرف دلوقتي وهو بيكرم شباب صغير السن ولكن ما بيسمى بعبقرة المجتمع القادم صحيح في الاتقارات الجديدة للتحول الرقم والتحول التكنولوجي اتنين القطاع الخاص لازم يساهم في تبني الأفكار حوالين الانتاجية الحديثة بالتطور التكنولوجي صحيح ثلاثة إن الحكومة تمان بدأت تنفتح إن لا خلاف على إن القطاع الخاص شريك استراتيجي معنا صحيح أن رأس الدولة السيدة الرئيس النهاردة لما بيشارك مع العالم بيوري قدقة قدرة مصر النهاردة صحيح بسخ differently مستثمارية وياريت العالم كله يكون سانع رسالاتنا أن الي يكون قادر على المساعدات الإجتماعية لازم يكون قادر على تبني استثمارية وأظن المساحة أصبحت متاحة الآن لكل هذه التطبيقات وللعمل على التحول الرقمي سواء داخليا أو حتى في الكثير من الحكومات العالمية أشكرك شكرا جزيلا على كل هذا التحليل والمتابعة الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي